بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم أبناء التلاميذ في قناتكم قناة التمييز في العلوم الطبيعية يشرفوني اليوم أن أقدم لكم سلسلة تمارين في العلوم الطبيعية تحضيراً لامتحان الفصل الأخير طضلاً وليس أمراً ادعمونا باشتراك للقناة وإعجاب للفيديو وتفعيل الجرس حتى يصلكم جديد كل جديد نبدأ على بركة الله التمرين الأول تتوزع الكائنات الحية في أوساط مختلفة فمنها من يمكنه العيش في البر والمياه وحتى الوسطين معاً وذلك بفضل أنماط مختلفة من التنفس بفضل بنية جهازها التنفسي المطلوب أولاً حدد أنماط التنفس والجهاز التنفسي للحيوانات في الجدول بعد إعادة كتابته على ورغة الإجابة الحيوانات هي دودة الأرض السمكة الجراد والقرد أخيان اشرح كيف تتم المبادلات التنفسية الغازية عند الجراد والآن مع حل التمرين الأول تحديد أنماط التنفس والجهاز التنفسي عند الحيوانات التالي نبدأ بيأكدة الحيوان الأول لدودة الأرض نمط التنفس الجلدي الجهاز التنفسي هو الجد السمك نمط التنفس غلصمي الجهاز هو الغراسم الجراد نمط التنفس قصبي والجهاز التنفسي هو القصبة الغرد نمط التنفس رئوي والجهاز التنفسي يتمثل في الرئتين والآن مع شرح كيفية حدوث التنفس عند الجراد إذن كما تعلمون بأن الجراد يمتلك ثقوب بجانبي بطنه متصل هذه الثقوب بقصبات حيث يدخل الأكسجين من خلال هذه القصبات حتى يصل إلى خلايا الجسم حين يتم التبادل بين الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكاربون مع نفس القصبات إلى خارج جسم الجراد إذن هكذا تتم عملية التنفس والمبادلات الغازية التنفسية عند الجراد ننتقل الآن إلى التمرين الثاني إليك الكائنات الحية الموضحة في الجدول التالي أنقل الجدول وأكمله والآن مع حل التمرين الثاني المطلوب أن نتعرف على وسط عيش الكائنات وعضو التنقل ونمط التنقل نبدأ بالحمام وسط العيش هو البر والهواء عضو التنقل الجناحين والجسم المغزري والأرجل نمط التنقل هو الطيران والمشي إذن الطيران في الهواء والمشي على البر ويستعمل الأرجل الضفدع وسط العيش هو البر والماء لأنه حيوان برمائي يستعمل في البر الأرجل الخلفية المطوية على شكل حرفزاد ويستعمل في الماء الأرجل المجدافية نمط التنقل هو القفز في البر والسباحة في الماء الحصان وسط العيش هو البر عضو التنقل هو أرجل ذات سطح إسناد ذيق نمط التنقل هو الركض النحل وسط العيش هو البر والهواء عضو التنقل هو الأجنحة والجسم المغزري والأرجل ويعتمد على الطيران وأيضا المشي دودة الأرض وسط العيش هو التربة عضو التنقل البطن ونمط التنقل هو الزحف وأخيرا مع سمك الشبوت إذن وسط العيش هو الماء عضو التنقل هو الزعانف والجسم المغزري ونمط التنقل هو السباحة والآن مع التمرين الثالث لدراسة أنماط التنفس عند الضفدع أنجزت التجارب التالية التجربة الأولى نضلي جلد الضفدع بمادة تمنع مرور الهواء ثم نتركه في البر لمدة ساعة النتيجة بقاء الضفدع حيا ثانيا نغطي رأس الضفدع بكيس يمنع دخول الهواء ثم نغمر الضفدع بالماء بقاء الضفدع حيا التجربة الثالثة نضلي جلد الضفدع بمادة تمنع دخول الهواء ثم نقمره في الماء لمدة ساعة النتيجة هي موت الضفدع المطلوب فسر عيش الضفدع في التجربة واحد واثنين حدد سبب موت الضفدع في التجربة ثلاثة مع التعليل وأخيرا أذكر ثلاثة أنماط تنفس أخرى مع ذكر مثال لكل نمط نبدأ الآن مع حل التمرين الثالث تفسير سبب عيش الضفدع في التجربتين واحد واثنين بقي الضفدع الأول حيا في التجربة واحد رغم طلي جلده وذلك لأنه يتنفس رئويا في البر ولا يحتاج إلى الجلد أما في التجربة الثانية فقد بقي الضفدع حيا لأن الضفدع يتنفس جلديا في الماء ولا يحتاج إلى الرئة أما موت الضفدع في التجربة الثالثة فيرجع لعدم قدراته على التنفس في الماء بسبب الطلاء الذي أغلق مسامات الجلد حيث أن الضفدع يتنفس جلديا في الماء وأخيرا ذكر أنماط تنفس أخرى إذن التنفس الرئوي مثل الأرنب التنفس القصبي مثل الجراد التنفس الغلصمي عند الأسماك التنفس الجلدي الرئوي عند البرمئيات إذن هذه أمثلة أخرى لأنماط التنفس والآن مع التمرين الرابع من أجل دراسة الحركة أنجزت الوثيقة المقابلة المطلوب أعطي عنوان مناسب لكل من الشكلين ألف وبا في الوثيقة ثانيا أكتب البيانات المرقمة من واحد إلى خمسة دون إعادة رسم الشكل ثالثا استنتج العناصر الأساسية في إنجاز هذه الحركة من خلال الوثيقة وأخيرا اشرح ماذا يحدث إذا قطع العنصر ثلاث أولا إعطاء عنوان مناسب للوثيقتين ألف وبا ألف يمثل رسم تخطيطي لذراع في حالة البسط أما با فيمثل رسم تخطيطي لذراع في حالة الثاني ثانيا كتابة البيانات المرقمة واحد كتف اثنين عضلة ثلاثية الرؤوس ثلاثة ويتر أو أوتار أربعة مفصل خمسة عضلة ثنائية الرؤوس الآن التعرف على العناصر الأساسية وهي إذن العضلة ثنائية الرؤوس والعضلة ثلاثية الرؤوس لأنها هي من تتقلص وتنبسط فإذا تقلصت العضلة ثنائية الرؤوس تنبسط ثلاثية الرؤوس والعكس إضافة إلى ضرورة وجود المفاصل والأوتار لأن الأوتار هي من تثبت العضلات على المفاصل أخيرا ماذا يحدث عند قطع العنصر ثلاثة نعرف بأن العنصر ثلاثة يمثل الأوتار وبالتالي فإن قطع العنصر ثلاثة يؤدي إلى عدم وقوع الحركة لأن الأوتار هي من تثبت العضلات على المفاصل وبالتالي فإن قطع الوتر يعني عدم التقلص اشتركوا في القناة